من ساحة التحرير إلى الجسور المؤدية إلى المنطقة الخضراء تسحف حشود الثوار بخطا ثابتة نحو التغيير الشامل وإسقاط أحزاب الفسر ثبات الثوار وإصرارهم على الاستمرار في تظاهراتهم السلمية في تصاعد كلما زاد عدد الشهداء والجرحى في بغداد والمحافظات شارعان رشيد وحافظ القاضي التاريخيان في بغداد يعود جانب المئات من فرسان السواتر خط الدفاع الأول عن المتظاهرين وعن مناطق انتشارهم بينما يتكفل باقي الثوار بالحفاظ على السيطرة على جسور الأحرار والسنك والجمهورية من جهة الثوار الرصافة وبمواجهة القوات الأمنية في مشهد يثبت مرة أخرى أن ثوار تشرين ماضون في اقتلاع الفاسدين بلا استثناء يردون هسا طلق هاي ماكو هسا تعبر الاثناش ونص يطلعون الموظفين يضربوننا طلق هاي هسا كل ماكو داعي شمرون علينا طابوك وداعي شمرون علينا بمبات هم بمبات داعي باع المحلات هم يشمرون هم يشمرون على المحلات يردون حرقون المحلات لا عانا ملاشي هم يشمرون الله وكيلك صار ثلاث يوم عايف امي وابوي تسعة تفون ضاع معدوه مانت راجع مانت راجع علي مانت راجع مو تحسن لأخوة اثنين باللحل ومو تحسن لهم الثوار وصفوا محاولات الحكومة وميليشيات الأحزاب لفضل تظاهرات السلمية باليائسة رغم وحشية القمع والأسلحة المستخدمة في القتل والانتهاكات الخطيرة ضدهم من الساعة بثلتين من الساعة ثلاثة الفجر مثلا الصوت يوصل كل واحد من الساعة ثلاثة الفرحة سبع طاعة الشهيرة الطينة هنا هناك واحد هناك سبعة جي قدام بالشارع مال تلوثبة طينة عشرة ابو تكتك اخذوه لحد الأنماكو لأ هو ولا تكتك القرارات حرقوه الطلق المعليق قص قص مسين الدموع واحدة ولا الثانية ماكو حق ماكو ناس يعني شكل لك حتى جبناء ممثلهم على جسر الأحرار شهادات مماثلة للثوار تنقل جزءا من صورة القمع الحكومي على مدار اليوم والذي يواجه بصمود قل مثيله ما يقدمه متظاهر العراق ومن خلفهم المسعفون والمتطوعون الخدميون في مناطق سيطرتهم يثبت حقيقة جلية لمن يشاهد وهي أن هؤلاء الشباب هم الأجدر بقيادة العراق في المستقبل القريب